بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبيه الكريم متابعي الكرامة عزائي التلميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في هذا الموعد الجديد مع بعض التدريبات على الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية اليوم سنتعرف أكثر على كيفية التفريق بين الاستعارة التصريحية ما الذي يميز كل نوع من أنواع الاستعار إذن نبدأ أولا بالسؤال بين نوع الاستعار فيما يأتي مع الشرح وبيان سر بلاغتها قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال تعالى ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة رأيت بحرا يتصدقوا على الفقراء قال عبد الحميد بن يحيى الكاتب أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والشرور فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها أيها الذئب ارحم الضعفاء قال أبو العتاهية وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان نامت أحلام الأطفال في فلسطين فمتى تستيقظوا إذن نحاول أن نتبين أنواع الاستعارة في الأمثلة الآتية نشرح هذه الاستعارة وكذلك نبين سر بلاغتها وهو أمر أساسي وضروري كيف أبين سر بلاغت هذه الصورة البيانية أو هذه الاستعارة وأيضا كيف أميز الاستعارة المكنية عن الاستعارة التصريحية نبدأ أولا بالمثال الأول قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن أول شيء الاستعارة هي من المجاز يعني أن الكلام ليس كلاما حقيقيا وإنما كلام مجازي يعني ليس حقيقي المجاز عكس الحقيقة إذن أينما أجد الكلام مجازيا هنا أبدأ بالبحث عن نوع هذا المجاز لأن المجاز أنواع إذن ألاحظ العبارة جيدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا لاحظت الآية الكريمة أجد أن هناك مجاز في كلمة بحبل الله اعتصموا بحبل الله إذن حبل الله هنا الكلام ليس على الحقيقة وإنما كلام مجازي أين الدليل؟ أين القرينة أو الدليل على أن هذا الكلام لم يأتي على الحقيقة وإنما جاء على المجاز الدليل هو في إضافة الحبل لله يعني في جعل الحبل لله وأيضا اعتصموا بحبل الله إذن المجاز هو في كلمة حبل فنحاول أن نعيد الكلام إلى حقيقته ما هو الشيء الذي نعتصم به؟ الشيء الذي من الله ونعتصم به نعتصم بالدين بدين الله إذن الكلام الحقيقي هو اعتصم بدين الله فهنا الدين كالحبل الدين كالحبل إذن الله سبحانه وتعالى شبه الدين بالحبل إذن هنا العلاقة هي علاقة مشابهة وهو الأمر المعروف في الاستعارة الاستعارة تبنى على علاقة المشابهة يعني هناك مشبه ومشبه به فقط أحدهما محدوف الآن ما الطرف المحدوف الدين كالحبل إذن المشبه به مذكور المحدوف هو المشبه بما أن المشبه به مذكور والمشبه محدوف فنوع الاستعارة هو استعارة تصريحية إذن الاستعارة هنا استعارة تصريحية الآن كيف أشرح هذه الصورة البيانية نقول شبه الدين بالحبل استعير الحبل للدين يعني استعرنا الحبل للدلال على لفظة الدين لذلك سميت هذه الصورة البيانية بالاستعارة لأننا نستعير أحد الطرفين إما المشبه والمشبه به للدلالة على الطرف الآخر إذن كما قلنا استعير الحبل للدين العلاقة بينهما هي المشابه يعني هناك مشبه مشبه به ولكن هنا ما هي الوجه الشبه بين الدين والحبل المشابهة بينهما هي في الربط لأن الحبل يربط شيئا بشيء الحبل يربط شيئا بشيء كذلك الدين يصل الناس بالله تعالى إذن هنا وجه الشبه لذلك الله سبحانه وتعالى استعار كلمة الحبل للدين لأنه يوجد مشابهة بينهما في الربط ولما كان المصرح به هو لفظ المشبه به الحبل والمحذوف هو المشبه كما ذكرنا الدين سميت الاستعارة الصريحية القرينة وكما قلنا القرينة بمعنى الدليل عندما نقول قرينة يعني نحن نقصد الدليل على أن هذه الصورة البيانية هي استعارة تصريحية الدليل هو إضافة الحبل لله فهي قرينة لفظية لأن هناك قرينة لفظية وقرينة حالية وقد شرحت ذلك في درس الاستعارة الآن سر بلاغتها أين يكمن سر بلاغت هذه الصورة البيانية إذا لاحظنا جيدا نجد أن الدين هو شيء معنوي شبهه الله تعالى بالحبل وهو شيء ملموس ودائما الأشياء المعنوية تتضح أكثر إذا جعلناها ملموسة فهنا سر بلاغتها هو التجسيد المعنوي أي الدين بالمحسوس وهو الحبل لماذا الله سبحانه وتعالى جسد الدين بالحبل ليوضح معنى معين وهو شدة الارتباط بالله لأن الحبل فيه الربط كذلك الدين فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذا المعنى وهو شدة الارتباط بالله فقال اعتصموا بحبل الله ليدل على الربط الشديد وأيضا من أسرار البلاغة وهي مقصد من مقاصد البلاغة تقريبا في كل الصور البيانية وهو الإيجاز الإيجاز مقصد من مقاصد البلاغة نجده في الصور البيانية ما معنى ذلك؟ أي أن نعبر عن المعاني بطريقة مجزة فالله سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بطريقة مجزة بدلا من القول واعتصموا بالدين الذي هو كالحبل الآخر إذن يصبح الكلام فيه إيطالة فنعبر عن المعاني بطريقة مجزة ننتقل إلى المثال الثاني وكذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم هما كانوا مهتدين إذن نحاول أن نتبين أولا أين هي اللفظة التي لم تأتي على الحقيقة في هذه الآية الكريمة إذن الكلمة التي لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز هي كلمة الضلالة إذن الضلالة اشتروا الضلالة إذن هل الضلالة تشترى؟ لا فهنا هذه الكلمة لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز أين القرينة الدلة على أن كلمة الضلالة لم تستعمل استعمالا حقيقيا وإنما استعملت استعمالا مجازيا القرينة أو الكلمة الدلة على ذلك أو البرهان أو الدليل على ذلك هي كلمة اشتروا اشتروا إذن هذه القرينة أو ما نسميه الدليل على أن كلمة الضلالة جاءت على المجاز ولم تأتي على الحقيقة الآن اشتروا الضلالة نحاول أن نأتي بالمعنى الحقيقي اشتروا السلعة اشتروا السلعة اشتروا الضلالة إذن هنا نجد أن هناك علاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اشتروا الضلالة اشتروا السلعة فهنا شبه الله سبحانه وتعالى الضلالة بالسلعة شبه الضلالة بالسلعة إذن هناك علاقة مشابهة فالضلالة كالسلعة لكن أحدهما محذوف الضلالة كالسلعة الضلالة هو المشبه والمشبه به هي السلعة فهنا المذكور هو المشبه والمحذوف هو المشبه به المشبه به محذوف ولكن ترك ما يدل عليه أو ترك قارينة تدل عليه وهي كلمة اشترو إذن عندما نجد كلمة اشترو نتبين الطرف الثاني وهو المشبه به إذن كما قلنا حذف المشبه به وتركت قرينة تدل عليه وبهذه الطريقة نستطيع أن نتبين نوع الاستعارة فالاستعارة هنا هي استعارة مكنية لماذا؟ لأنه ذكر المشبه وحذف المشبه به وتركت قرينة ذل عليه وهي اشترو الآن عندما أشرح هذه الصورة البيانية بنفس ما كنا نذكره منذ قليل وهو أن الله سبحانه وتعالى شبه الضلالة باستلعة ثم استعير لفظ المشبه به السلعة للدلالة على المشبه الضلالة وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اشترو على سبيل الاستعارة المكنية وهنا يمكن أن نذكر مباشرة ذكر المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه بأحد لوازمه بشيء من لوازمه وهو اشترو على سبيل الاستعارة المكنية أما بالنسبة لسر بلاغتها سر بلاغت هذه الصورة البيانية إذا لاحظنا جيدا المشبه والمشبه به نجد أن كلمة الضلالة هي شيء معنوي أما بالنسبة للسلعة فهي شيء مادي فهنا الله سبحانه وتعالى شبه الضلالة وهي شيء معنوي بشيء ملموس ليتضح أكثر دائما عندما نريد أن نوضح شيء معنوي نشبهه بشيء ملموس وذلك ليتضح أكثر فهنا سر بلاغتها تجسيد المعنوي وهو الضلالة بالمحسوس السلعة ليتضح ولكن من معنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضحه من خلال هذه الصورة البيانية المعنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضحه هو معنى شدة التمسك بها اشتروا الضلالة بالهدى بمعنى أنهم تمسكوا تمسكا شديدا بهذه الضلالة أيضا من أسرار بلاغة الصورة البيانية هو الإيجاز وكما قلنا الإيجاز هو مقصد من مقاصد البلاغة إذن هذا بالنسبة لهذه الصورة البيانية ننتقل إلى المثال التالي قال تعالى رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة إذن كما قلنا نحاول أن نتبين أين هي اللفظة التي وردت على المجاز إذن اللفظة التي وردت على المجاز في هذه الآية الكريمة هي كلمة الرأس الرأس لم ترد في معنىها الحقيقي وإنما وردت في معنى مجازي ما الدليل على أن هذه الكلمة لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز الدليل أو القرينة هي كلمة اشتعل هل الرأس يشتعل؟ لا اشتعل قرينة ودليل على المجاز كلمة الرأس لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز الآن كيف أحدد نوع الاستعارة؟ أعيد الكلام إلى الحقيقة الحقيقة أن نقول اشتعالة النار فهنا الله سبحانه وتعالى شبه اشتعال الرأس بالشيب إذن اشتعال الرأس بالشيب شبه اشتعال الرأس بالشيب باشتعال النار فهنا المشبه هو الرأس المشتعل بالشيب والمشبه به هي النار إذن المشبه هو الرأس والمشتعل كما قلنا الذي انتشر فيه الشيب الرأس الذي انتشر فيه الشيب شبهه بالنار الآن المشبه مذكور والمشبه به محذوف الرأس المنتشر الذي انتشر فيه الشيب يشبه النار إذن المشبه مذكور والمشبه به محذوف ولكن تركت قرينة دل عليه وهي كلمة اجتعالة على سبيل الاستعارة المكنية إذن نوع الاستعارة هنا هي استعارة مكنية الآن بنسبة للشرح كما قلنا شبه الرأس الذي انتشر فيه الشيب سريعا إذن الرأس الذي انتشر فيه الشيب ولكن بسرعة شبهه بالنار حتى النار عندما تشتعل تشتعل بسرعة إذن بالنار ثم استعير لفظ المشبه به وهو النار للدلالة على المشبه الرأس ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الاشتعال على سبيل الاستعارة المكنية الآن سر بلاغتها بالنسبة لسر البلاغة هنا الرأس ملموس وكذلك النار شيء ملموس إذا كان الطرفان كلاهما ملموس فسر بلاغت هذه الاستعارة هو توضيح المعنى توضيح المعنى هنا لا يوجد تجسد لأن كلا المشبه المشبه به ملموس الآن توضيح ما المعنى المرادو توضيحه توضيح شدة البيض والإينارة إذن هنا اشتعال الرأس بالشيء بمعنى شدة البيض وشدة الإينارة مثل النار سريعة الانتشار وكذلك فيها إينارة أيضا سر بلاغتها الآخر وهو الإيجاز كما ذكرنا وهو مقصد من مقاصد البلاغ ننتقل إلى المثال التالي ونحاول أن نبين أيضا نوع الاستعارة في هذا المثال رأيت بحرا يتصدق على الفقراء نفس الشيء نحاول أن نبحث عن الكلمة التي لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز إذن الكلمة التي لم تأتي على الحقيقة في هذا المثال هي كلمة بحرا رأيت بحرا يتصدق أين القرينة وأين الدليل على أن كلمة بحر لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز هي كلمة يتصدق هل البحر يتصدق؟ إذن يتصدق دليل على أن كلمة بحر لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز أعيد الكلام إلى حقيقته نقول رأيت كريما إنسانا كريما يتصدق على الفقراء إذن هنا المشبه هو الإنسان الكريم شبهناه بالبحر فالمذكور هنا هو المشبه به والمحدوف هو المشبه إذن المذكور هو المشبه به والمحدوف هو المشبه إذن في هذه الاستعارة هنا ذكر المشبه به بما أن المشبه به مذكور فنوع الاستعارة هي استعارة تصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به شرح الصورة البيانية إذن شبه الإنسان الكريم بالبحر ثم استعير لفظ المشبه به البحر إذن استعرنا كلمة البحر للدلالة على المشبه وهو الإنسان الكريم حذف المشبه والقرينة الدلالة على ذلك هي كلمة يتستق الآن بالنسبة لسر بلاغتها بالنسبة لسر البلاغة هنا بما أن كلاهما محسوس الإنسان وكذلك البحر فهنا توضيح المعنى ولكن ما المعنى المراد توضيحه هنا؟ توضيح شدة وسعة الكرم والعطاء فهذا الإنسان كريم إلى درجة كبيرة جدا فهو مثل البحر البحر واسع وكريم سعة فيه سعة فهنا السعة العطاء والكرم مثل البحر الواسع وكذلك الإجاز ننتقل إلى صورة أخرى أو مثال آخر قال عبد الحميد بن يحيى الكاتب أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والشرور فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها الآن نحاول أن نتبين أين هي الاستعارة هنا في هذا المثال الاستعارة هي في قوله عضته بنابها عضته بنابها وهنا يتحدث عن الدنيا عضته الدنيا بنابها هل الدنيا تعط؟ إذن هنا هذا دليل على أن كلمة الدنيا لم تستعمل استعمالا حقيقيا وإنما استعملت استعمالا مجازيا أين الدليل وأين القرينة؟ الدليل على أن الدنيا استعملت استعمالا مجازيا هي كلمة عضته وكذلك نابها إذن العظ والناب هي دليل على أن الدنيا لم تستعمل استعمالا حقيقيا وإنما استعملت استعمالا مجازيا نعيد الكلام إلى حقيقته تعظ الأفعى بنابها تعظ الأفعى بنابها إذن هنا أعدنا الكلام إلى الحقيقة فهنا يوجد مشبه ويوجد مشبه به فالعلاقة هنا هي مشابهة وما دام أن العلاقة مشابهة فنحن أمام الاستعارة فهذا المجاز هو استعارة الدنيا هي المشبه والأفعى مشبه به الدنيا كالأفعى إذن مشبه والمشبه به أيهما مذكور وأيهما محذوف إذن الدنيا مذكور والمشبه مذكور والمشبه به محذوف وهو الأفعى ولكن تركت قرينة تدل عليها وهي كلمة عذته بنابها إذن تركت قرينة تدل على المشبه به فعلى سبيل الاستعارة المكنية إذا النوع الاستعارة هنا هي استعارة مكنية الشرح شبه الدنيا بأفعة عظ حذف المشبه به وهي الأفعة ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو عظته وكذلك نابها على سبيل الاستعارة المكنية هنا سر بلاغتها التوضيح كذلك الدنيا بالحيوان فهنا التوضيح ما الذي يريد الكاتب أن يوضحه من خلال هذه الصورة البيانية توضيح شدة المكاره والشرور إذن الدنيا محفوفة بكثير من المكاره والشرور فشبهها بالسم ثم الأفعة فهنا يريد أن يوضح هذا المعنى وهو شدة المكاره والشرور التي المحفوفة بالدنيا وكذلك الإجاز هذا بالنسبة لهذا المثال ننتقل إلى مثال آخر نحاول فيه أن نتبين نوع الاستعارة أيها الذئب إرحم الضعفاء أيها الذئب إرحم الضعفاء إذن هنا كذلك نحاول أن نتبين أين هي الكلمة التي لم تأتي على الحقيقة وإنما جاءت على المجاز في هذه العبارة وهي كلمة الذئب إذن هنا كلمة الذئب لم تستعمل استعمالا حقيقيا أين الدليل على أن كلمة الذئب لم تستعمل استعمالا حقيقيا هي كلمة إرحم أيها الذئب إرحم إذن فهنا من نخاطبه هو عاقل وليس حيوان غير عاقل فنحن نخاطب شخص عاقل لذلك ندعوه إلى رحمة الضعفاء فهنا الذئب لم تستعمل استعمالا حقيقيا لأننا لا نخاطب الذئب لأنه غير عاقل ولا ندعوه إلى رحمة الضعفاء فنعيد الكلام إلى حقيقته فنقول مثلا أيها الإنسان الظالم ارحم الضعفاء أيها الإنسان الظالم ارحم الضعفاء فهنا يوجد مشابهة فشبهنا هذا الإنسان الظالم بالذئب شبهنا الإنسان الظالم بالذئب فهنا المشبه هو الإنسان الظالم والمشبه به هو الذئب أيهما مذكور أيهما محذوف إذن المحذوف هو المشبه والمذكور هو المشبه به مدام المشبه به مذكور فهنا الاستعارة تصريحية إذن نوع الاستعارة هي استعارة تصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به بالنسبة للشرح شبه الإنسان الظالم بالذئب ثم استعير لفظ المشبه به وهو الذئب للدلالة على المشبه وهو الإنسان الظالم إذن أخذنا كلمة الذئب واستعرناها لندل بها على المشبه وهو الإنسان الظالم ثم حذف المشبه والقرينة الدالة على ذلك هي كلمة إرحم كما ذكرنا الآن بالنسبة لسر بلاغتها هنا كلاهما كل من الذئب والإنسان ملموس إذن في هذه الحالة التوضيح إذا كان كلاهما ملموس فهنا نقول التوضيح ولكن من معنى المراد توضيحه من هذه الأسور البيانية توضيح شدة الظلم والقصوة والشراسة بمعنى أن هذا الإنسان الظالم شرس وقاس قصوة شديدة لذلك هو مثل الذئب لأن الذئب لا يرحم لأن الذئب قاس لأن الذئب شرس فهنا يريد أن يوضح شدة الظلم والقصوة والشراسة إضافة إلى الإجاز الذي قلنا أنه مقصد من مقاصد البلاغ هذا بالنسبة لهذا المثال ننتقل إلى مثال آخر قال أبو العتاهية وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان بهذا البيت الشعري كذلك نلاحظ وجود سورة بيانية نحاول أن نتبين هذه السورة البيانية العناية لاحظتك عيونها العناية لاحظتك عيونها إذن هناك كلمة لم تستعمل على الحقيقة إنما استعملت على المجأس وهي كلمة العناية الرعاية العناية بمعنى الرعاية العناية لاحظتك عيونها العناية لم تستعمل استعمالا حقيقيا وإنما استعملت استعمالا مجازيا أين الدليل؟ أين القرين على أن كلمة العناية لم تستعمل استعمالا حقيقيا هي كلمة لاحظتك عيونها بمعنى أن العناية لها عيون وتلاحظ هذه العناية أو الرعاية لها عيون وتلاحظ الآن نعيد الكلام إلى حقيقته إذن الكلام على حقيقته نقول الإنسان يلاحظ بعيونه إذن هنا شبه العناية بالإنسان فهنا لدينا مشبه ومشبه به العناية كالإنسان تلاحظ بعيونها فهنا المشبه هي العناية والمشبه به هو الإنسان ولكن بما أن المشبه به محذوف ولكن تري كما يدل عليه وهو لحظتك عيونها وهذا من لوازم الاستعارة المكنية إذن هنا نوع الاستعارة هي استعارة مكنية بالنسبة للشرح كما قلنا شبه العناية بالإنسان حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو لحظتك عيونها على سبيل الاستعارة المكنية وهي نفسها القرينة الدلة على أن الصورة هي مجاز الآن إلى سر بلاغتها أين يكمن سر بلاغت هذه الصورة البيانية إذن العناية هي شيء معنوي أو شيء غير عاقل هي شيء غير عاقل شبهناها بالإنسان والإنسان عاقل فهنا سر بلاغتها هو تشخيص غير العاقل في صورة الإنسان تشخيص هنا لأننا جعلنا العناية وهي شيء غير عاقل جعلناها مثل الإنسان العاقل إذن تشخيص غير العاقل في صورة الإنسان لماذا؟ لأن هناك معنى يريد الشاعر أن يوضحه من خلال هذا التشخيص وهو توضيح شدة الحفظ وكأن هذه العناية لديها عيون وتلاحظ لكي يبين له شدة الحفظ من المكاره شدة الحفظ من المكاره أي أن حتى العناية في حد ذاتها لديها عيون وترعى هذا الممدوح الذي يتحدث عنه الشاعر كذلك الإجاز ننتقل إلى الصورة التالية نامت أحلام الأطفال في فلسطين فمتى تستيقظوا؟ نفس الشيء نحاول أن نبين أين هي الكلمة التي لم تستعمل استعمالاً حقيقياً إنما استعملت استعمالاً مجازياً إذن الكلمة هي أحلام أحلام الأطفال أحلام الأطفال استعملت استعمالاً مجازياً الدليل هي كلمة نامت هل الأحلام متنام؟ إذن هذه الكلمة كلمة نامت هي دليل على أن الكلام لم يأتي على الحقيقة وإنما جاء على المجاز نعيد الكلام إلى حقيقته نام الإنسان الآن العلاقة بين نام الإنسان ونامت أحلام الأطفال نجد أن العلاقة هي علاقة المشابهة المشابهة بين الأحلام والإنسان فقد شبهنا أحلام الأطفال بالإنسان الإنسان الآن نبين نوع الاستعارة نامت أحلام الأطفال إذن المشبه هو الأحلام والمشبه به هو الإنسان أيهما المذكور وأيهما المحذوف إذن المشبه مذكور والمشبه به محذوف وتركت لازمة من لوازم المشبه به وهي كلمة نامت على سبيل الاستعارة المكنية إذن نوع الاستعارة هنا استعارة مكنية شرحها نقول شبه الأحلام بالإنسان حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو نامت على سبيل الاستعارة المكنية الآن ما هو سر بلاغة هذه الاستعارة؟ سر بلاغتها لو لاحظنا جيدا نجد أن الأحلام هي شيء غير عاقل شبهناه بالإنسان والإنسان عاقل إذن سر بلاغتها تشخيص غير العاقل في صورة الإنسان لماذا شخصنا غير العاقل في صورة الإنسان؟ لأننا نريد أن نوضح معنى معين من معنى المراد توضيحه هنا نامة أحلام الأطفال في فلسطين توضيح شدة معاناة أطفال فلسطين حتى أن الأحلام أصبحت ممنوعة على هؤلاء الأطفال إذن هنا توضيح شدة معاناة أطفال فلسطين إضافة إلى الإجاز الذي قلنا أنه مقصد من مقاصد البلاغ إلى هنا نأتي إلى ختام هذه التدريبات أتمنى للجميع الاستفادة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته